السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أحبابي صغار طلاب الصف الثالث الابتدائي النهاردة حنشرح الدرس الثاني من الوحدة السبعة والوحدة السبعة هي أول وحدة عندنا في منهج الترمي الثاني للصف الثالث الابتدائي وقبل ما نبدأ الدرس ياريت تدعمونا باللايك بتاعكم الجميل على الفيديو ويلا نبدأ باسم الله درسنا النهاردة الأول فاكرين الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ان احنا ازاي نسأل عن المكان باستخدام Where are you from من أين أنت أو من أي بلد أنت وكان الرد عليها I am from وحط اسم البلد يعني لو انت من مصر وانا سألتك قلتلك Where are you from انت حترد تقول I am from Egypt ولو انت من أمريكا حتقول I am from America من فرنسا I am from France من الصين I am from China يبقى لو انت بتسأل واحد واقف قدامك عن اسم بلده حتقوله Where are you from وهو حيرد يقول I am from ويقول اسم البلد بتاعته شكل تاني من الأسئلة على اسم البلد Where is he from من أين هو؟ لما نجاوب على السؤال ده حنعمل مقصة Is he ونخليها He is from ونقول اسم البلد وليكن هو من فرنسا فحنقول He is from France الطرد اللي بنتكلم عنها بنت بدل ما نقول Where is he from هنقول Where is she from والإجابة هتبقى She is from ونحط اسم البلد ولما نحب نسأل على مجموعة هنقول Where are they from Where are they from من أين هم؟ الإجابة هنقول إبقى They are from برضو عملنا مقصة بين Are they خلناها They are from وبعد كده اسم البلد وليكن هما من الصين فحنقول They are from China They are from China ونخلي بلنا أنه ممكن يقول Where is أحمد from يبقى في الحالة دي حنرد نقول أحمد is from ونحط اسم البلد Where is Sara from يبقى Sara is from واسم البلد يلا نحل مع بعض التمرين ده Look and circle Number one جايب لي صورة الصورة دي طرع مكانها فين؟ أمريكا ولا إيجيبت ومعانا الأمورة أروى حتشاركنا الحلقة النهاردة وتجاوب معانا على الأسئلة هي يا أروى الصورة دي مكانها فين؟ أمريكا ولا إيجيبت؟ إيجيبت برافو عليك يا أروى نشوف الصورة التانية بقولك نختار Where ولا What يعني نقول Where are you from ولا What are you from Where are you from ممتازة يا أروى طب معناها إيه بقى؟ من أين أنت؟ برافو عليك الصورة التالتة بقول I am Egyptian ولا French French تمام عشان الصورة اللي وراها مرسوم فيها برج إيه؟ وده موجود فين؟ فرنسا آخر سؤال معانا She's from أمريكا ولا China نبص على الصورة الأول يبقى هي منين؟ أمريكا ممتازة يا أروى وبنشكرك على مشاركتنا في إجابة الأسئلة وكده خلصنا الجزء الأول من الحلقة اللي كان عبارة عن مراجعة على الدرس الأول نشوف بقى الدرس التاني تعالوا ونشوف الكلمات الجديدة اللي موجودة عندنا في الدرس زي ما انتوا شايفين الدرس بيتكلم عن وجبة الفطار فعندنا أول حاجة بتكون موجودة في الفطار bread bread خبز bread bread كمان بيبقى موجودة عندنا على الفطار واجبة الفول اسمها بالانجليزي فول فول بتتكتب بالطريقتين دول فول F-O-U-L أو F-U-L على طول فول واحد يقول يا ميس بس احنا عارفين ان فول اسمه beans beans دي المقصود بها حبات الفول نفسها لكن لما بنيجي نتكلم عن أكلة الفول المدمس الأكلة المصرية المشهورة دي اسمها فول وعلشان أكلة الفول أكلة مصرية مشهورة ومعروفة فما بنترجمهاش للغة الانجليزية هي بتفضل اسمها فول زي اسمها باللغة العربية عندنا كمان على الفطار بيبقى فيه شاي شاي يعني تي تي كلكم عارفينها طبعا كمان عندنا طعمية أو فلافل اسمها برضو بالانجليزي فلافل والحاجات اللي قدامنا دي بتكون لنا وجبة الفطار breakfast breakfast أخدناها كتير في السنوات اللي فاتت وكلنا عارفينها فطار breakfast وزي ما انتم لاحظين ان آخر صورة معانا موجود فيها عصيتين خشب اللي بيأكلوا بيها الصين فالطبع اللي قدامنا ده أكيد طبع صيني اسمه يبقى noodles نقول اسمه تاني noodles 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 يبقى الشعرية اسمها noodles كمان من المصطلحات المهمة اللي عندنا في الدرس كلمة شقة شقة apartment apartment ايوة حرف الار ما نطقتوهش الايه لما يجي وراها ار مفروض ما بننطقش حرف الار فحنقول ايه apartment apartment الايه بتبقى طويلة صوت طويل كمان في لهجة مل لهجات ممكن انطقها بالشكل ده about mint about mint كمان عندنا كعك الحز fortune cookies fortune cookies عندي كلمة الحز تنطق ايه فا اللي ار ما بنطقهاش بعد كده تيو حتنطق تش تش صوت تش يبقى fortune 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 cookies fortune cookies عندنا كمان طعام food دي سهلة خالص مشروب الشوكولاتة الساخن طبعا كلكم عارفينها واكيد بتطلبوها من ماما على طول اسمها ايه hot chocolate hot chocolate hot chocolate تعالوا نشوف قعدة مهمة معنا النهاردة فاكرين الفعل هاف اخدناه قبل كده مع الامراض بمعنى مصاب بيه يعني ما كنت بقول اي هاف اففر انا مصاب بالحمة وبرضو اخدناه مع الممتلكات بمعنى يمتلك او عنده او لديه زي ما اقول اي هاف ابيك انا امتلك دراجة النهاردة هناخد الفعل هاف بمعنى مختلف تماما الفعل هاف لما بيجي بعده طعام او شراب في الحالة دي بيكون بمعنى يتناول يعني يأكل مع المأكلات ويشرب مع المشروبات فمثلا لما اقول اي هاف كوكيز انا اتناول الكعك المحلة او اقول اي هاف جوس يعني انا اتناول العصير يلا نحل السؤال ده مع بعض معانا هنا كلمات عايزين ناخد الكلمات اللي فوق ونكمل بها الجمل اللي تحت فعندنا اول جملة بتقول الاطفال ناخد لها ايه فول ولا هاف كوكيز ولا بريكفاست مفروض هنا انا عايز اقول الاطفال يتناولون الهوت شوكولت يبقى في الحالة دي احناخد لها الفعل ايه هاف اللي تسايلين عليه الجملة التانية اي هاف ايه اللي في الصورة قدامنا اكيد كلكم هتقولوا فول الصورة التالتة ماي فاميلي هاف هاف ايه اللي قدامنا في الصورة ده ايه كلكم عارفينو كوكيز اخر صورة اي هاف فلافل فور انا اتناول الفلافل فور ايه اكيد فور بريكفاست السؤال اللي بعد كده عايزنا حط علامة صح او غلط نومبر وان اي هاف ملك يا طرى اللي قدامي في الصورة ده ملك طبعا ايه يبقى حط علامة صح السؤال التاني ماي فاميلي هاف كوكيز يطرى اللي في الصورة ده كوكيز طبعا لا يبقى حنحط علامة غلط نومبر ثري اللي قدامي دي ازان الاجابة حتكون صح السؤال اللي بعد كده بقولك انظر واكتب جملة تحت كل صورة طبعا انا عندي الصورة الاولى دي صورة ايه صورة فول انا اقدر اقول حكتين ممكن اقول اي لايك فول تمام ادي جملة ممكن نقول جملة تانية اي هاف فول اللي احنا لسه عيلنها انا اتناول الفول اما بالنسبة للصورة التانية فدي صورة شاي تي هنقدر نقول عليها ايه هه ممكن اقول برضو اي لايك تي انا احب الشاي او ممكن اقول اي هاف تي اي هاف تي انا اتناول الشاي السؤال الاخير جايب لك صور وتحت كل صورة المعنى بتاحها ولكن الكلمة متلخبطة فانت محتاج تحفظ الكلمات الاول بعد كده هتبدأ ترتب الحروف علشان تتكون الكلمة الصحيحة اه اسبها لكم بقى في الواجب ياريت تدعمونا باللايك وتتركو لنا تعليق علشان نعرف ان انتم مهتمين بشرح المحتوى ونقدر نكمل في الرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة